يا ابو ناري يا ابو ناري يا ابو ناري احنا اخويا كنعاني ومعاد الناس هذا ما بغوا يديروا معنا التحل كي اللي من شهر واحد كي اللي من شهر جوج كي اللي من شهر ثلاثة يا كم اللي كنجي وكنادروا معام كيقول كسير للسيت كتجي كتلقى ناس اللي ما تقيدت لا في سيت الأول ومشات والناس اللي تقيدت في السيت وضربت تامارة وعانات ما مشات لا يو Pontparent يعني احنا في بلادنا الخاصناش نتحقرو قانون دينا كي اللي بدي الخمسات الي بي كي اللي بدي مستى كيان الناس اللي الموقعادة كين ناس كبيرة كين ناس اللي مخالي конكراها كين الناس اللي مخالي خدمتها كين الناس اللي خص هاد واش خاصو والله يحسن الان ولكن اخوي احنا بغينا هذا الناس يدلوا معنا حل يعني هاد الرحلة ديال ١٦ والله لي قبل منا هنا نضمر حالات خرين ويصيفهلوا الناس هذا شي لكينا أخويا القنصول ما كيدويش معنا ما كي حاشوش لينا بدي المفهوم هذا يعني ما معتابرينياش ديرين بحل لحنا ما كينيش هاد المشكلة هادة تنعلوم منه احنا يا المهاجرين الإيطاليين لأن المهاجرين دير فرانسا دير سبريون عندهم تسهيلات في هذه المسائلة دي ومشاو بزاف دير البطواด مشاو طائرات بالمهاجرين دير فرانسا المهاجرين دير سبريون إحنا مهاجرين دير إيطاليا ما عدناش حق نهائيا ولهذا تنتمنى من مسؤولين ومن سيدنا الله ينصروا باش يدير لنا شي حل باش نشوف حالتنا لان عدنا عائلات ديالنا فقدنا العمل ديالنا عدنا ازمة اقتصادية ازمة نفسية ولهذا تنتمنى من السلطات ومن سيدنا الله ينصروا يدير واحد الالتفات باش نشوف حالتنا وجزاكم الله خير انا مهاجرة ايطالية عندي الجنسيات ايطالية كان طالب سيدنا وبلادنا والسلطات يجعل سيد ربي يشوف فيهم يديروا لنا حل تفات لنا نرى مريضة دير عملية القلب سمامة جوج وعندي هاد الشهر الداخل خسني نعودهم ودبران وجيت حصلت هنا تدوية ما لاقياش دواب واحد المشقة خسني نتسناسي ما نتيجيني من الفرماساني دومانداليالي دبنا انا بغت نمشي بحالتي الله يجزيك بي خير السلطات لما يوقفوا معنا وشوفوا فينا السلطات الايطالية وحصني أبياني longتدضي حظرهم أن يقومون من الفريق الحاجات الكول هو لمدعدل وحصاني لا يسمع الايطالية خسقط ايش tentاتي لا يزولون على كل شهر ان هو Allora buongiorno innanzitutto, io parlo a nome di tutti i miei compaesani, voglio mandare un messaggio al signor Luigi Di Maio perché noi siamo bloccati in Marocco da più di 4-5 mesi, abbiamo seri problemi, nessuno ci dà una mano, nessuno ci dà un'assicurazione per andare via, nessuno ci dice niente, mandiamo email, chiamiamo, nessuno ci dà una risposta. Noi vogliamo chiarizze, certezze per poter andare via, noi siamo bloccati, abbiamo famiglie, lavoro, abbiamo perso lavoro, abbiamo figli, abbiamo cose da mantenere, nessuno ci dà una garanzia.